موسيقى الترد والتهجير والهدم هما مفتاح السياسة الصهيونية لإجلاء المجمعات البدوية ضمن مشروع سياسة التطهير العرقي المنظم في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية عمليات التجريف والتحريش لأراضي البلدات العربية مسلوبة الاعتراف في النقب لدفع سكانها على الهجرة القصرية عقدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو مؤتمرا تحت عنوان البدو في دائرة النار سمعنا جميعا وقرأنا التقرير الذي صدر عن منظمة العفوة والدولية التي فضحت ممارسة هذا المحتل ونظمت بعنوانها الرئيسي نظام الفصل العنصري الأبرتايد الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني بحق ما يجري لكل التجمعات وتحديدا التجمعات البدوية التي تقطع أوصال هذا السرطان الاستيطاني وخلال المؤتمر أعلنت المنظمة عن إصدار ورقة حقائق حول التجمعات البدوية في الأغوار أوصت من خلالها تطوير خدمات البنية التحتية والسكن والصحة والتعليم ودعم البدو سياسيا وماديا لتثبيتهم في مضاربهم في السياسة الاحتلالية الإسرائيلية بالإضافة للأساليب التقليدية للإستيطان ابتكرت نموذج جديد للإستيطان يتلخص في الإستيطان الرعوي وهو في جوهره يوظف الثرواء الحيوانية من أجل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي عبر محاكاة النموذج البدوي نحن كتجمعات بدوية أصحاب قضية عادلة ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات أمام تلك التجمعات فممارسات دولة الاحتلال التي تتمثل في الهدم والمصادرة وسياسة الأبارتهايد والتسجير القصري للسكان البدو الأصلانيين يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان البدو في تجمعاتهم المتفرقة في فلسطين يتعرضون بشكل ممنهج لعنف وهجمات من المستوطنين بهدف تشريدهم وترحيلهم عن أراضيهم في ظل غياب الحماية على الصعيد الدولي والمحلي بخصوص وسائل الطرد الناعمة اللي بتصير أنه الاحتلال الإسرائيلي دائماً بيعمل على خلق بيئة قصرية صعبة لهدول السكان عشان يجبرهم أنه ما يتحملوا العيشة هون وبالتالي أنهم يتركوا أراضيهم ويرحلوا لا يتم تطبيق مخططاته الاستيطانية اللي بيسعلى إلها أكيد التوصيات هي أنه يتم التعامل مع قضايا التجامعات البدوية بطريقة سياسية أو إيجاد حل سياسي لإلهم والعمل على توطينهم مش بس أنه تقديم حلوله يعني إغاثية مؤقتة ممكن أنها يعني ما تفيدهم أو أنها تخليهم بس أنه يتكيفوا مع الوضع دون الحاجة للتغيير التعجير طبعا هي السيطرة المبدينة على الأرض والاستفادة من الأرض الأغوار طبعا هو هدف أساسي ورئيسي هون يعني سكان المنطقة من المضايقات المنطقة هون تخضع على سيطرة إسرائيلية وإدارة إسرائيلية لا يحصلون على أبسط مقاومات الحياة بالرغم من المحاولات لإحياء قضية البدو في فلسطين يبقى الاحتلال مستمرا في مسلسله التهويدي ضاربا بعرض الحائط كل المواثق الدولية اشتركوا في القناة